اروح لنادي الاهلي وفيما يخص الكهرباء الكهرباء كان من اولى الاسماء المطروح بيعها الفترة ما بعد نهاية الموسم اللي فات بس كون الاهلي مضمش مهاجم واصبح ما عندوش غير وسامة ابو علي والتاني كهرباء فالاهلي بيعزش شوية فكرة انه يبيع كهرباء فاي عروض بتيجي الكهرباء ويعروض قليلة الاهلي ما بتعجبوش بيرفض يعني الاخر عرض كان من نادي الحزم السعودي اللي بيلعب في دولة درجة الثانية عرض شراء كهرباء مقابل 500 ألف دولار و100 ألف دولار بونس يعني وإضافات والاهلي رفض هذا الأمر هو شايف انه رقم قليل بطبيعة الحال وشايف كمان انه بدون التعاقد مع مهاجم أجنابي جديد فكهرباء هيبقى مهم جدا في قائمة الفريق في الموسم القادم طيب دي حكاية